قام نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالية الجنوبية لواعد روس الزبيدي بزيارة إلى الإفطار الجماعي السنوي السابع الذي أقامه المجلس العزبي في كورنيش الشهيد جعفر محمد سعد بمدرية خور مكسر وتبادل الزبيدي مع الشباب الحاضرين التهاني بحلول شهر رمضان المبارك مشيدا بالأنشطة والفعاليات الشبابية التي ينظمها المجلس العزبي والتي تسهم في بث روح التآخ والمحبة والألفة بين شباب العاصمة عدن من جانبها أعرابت قيادة المجلس العزبي على شكرها لللواء الزبيدي وحرصه على مشاركتهم إفطارهم الجماعي السابع ودعم المجلس الانتقالي المتواصل لأشيطاتهم وفعالياتهم